موسيقى اليوم اريد احتي على الصياغة والصاغة بالعراق وهذا لها تاريخ طبعا كلش طويل وعريض من اتأسست الدول العراقية القديمة السومرين والبابليين والعاشوريين والكلدانيين موجودة صياغة ومن ذاك الوقت موجودة الصياغة والاثار اكبر دليل على هذا اشكال توجي يسون معابد اساور من ذاك الوقت موجودة الصياغة بس اريد نحشي على العصر الحديث خلي نقول يعني خانج غان هو سوق الصاغة اللي موجودين باغلبهم كانوا الصاغة اليهود بسياغة الذهب والصابئة المندائين بسياغة الفضة بالدرجة الاولى وقليل من المسيحيين والمسلمين ما اعتقد حتى مسلمين ما اعتقد موجودين الصاغة قديما الها ناسها و الها حرفيتها وقبل الصايق صايق يعني الصايق يجي يشتغل القطعة بيدة يقعد بالمعمل يشتغلها بيدة وهذا يصير صايق هسه اغلبهم هم باعة باعة للذهب يعني يبيعون ذهب تجار ذهب يشتري ويبيع ليشي انكم عاملوا اكو اشياء كل شوية جملة يروحون يشتروها بس قبل الصايق صايق يصوغ من اشهر الصاغة العراقيين هو صايق من اهل العمارة من الطائفة المندائية العزيزة والحبيبة على قلوبنا هو الصايق زهرون الملة خضر ابن بدران ابن قارجار قال زهرون عمارة هذا شنو زهرون هذا صايق من الطراز الخاص كان يصوغ للامراء والصلاطين للملوك امراء البحرين سلطان عبد الحميد الثاني بتركيا حتى وصلت صياغاته يعني هو صح متوفي بالتسعة وعشرين بس سوي علب مثلا ما السيقار هاي وصلت تشيرتشيل يعني بعد وفاته وكذا حتى اكوشيل الملكة اليزبيث حد قطعها الفضة هو مشتغلها كان يسوي للسلطان الاثماني عبد الحميد نرقيلة سوال هي من الفضة سوى هواي قطع مهمة البحارنة امراء البحرين يجزول للؤلؤ ويصوغلهم مناسباتهم اللؤلؤ واحدة من الصانع مالته واحد من صناع الزهرون راد الابنة جاي طفل راد لشي لؤلؤ يسوي له قال له من هذا اللعندك مال جماعة البحرين فقال له ما يصير هاي يسوي الكيان هاي مال الناس فشار رجل امين جدا على اموال الناس الى ان اجل امير البحرين وقال له هاي كله مالك كل اللي تريد يسوي اليك اللي ما يثقون بي ومهارته ومهنيته لدرجة انه عبد الحميد سلطان عبد الحميد راد يمه دز عليه بس هو ما يقدر يعوف العمارة وما يقدر يعوف العراق وراد يبقى هناك وهو رجل دين ايضا رجل طائفة يعني بنفس الوقت فوصل خبر للسلطان بانه زهرون مات حتى ميدز علي ويروح لهناك ويبقى شخصية مهمة بهذا المجال هو زهرون الملخضر ملليش لانه ابو رجل بالطائفة المندعية رجل دين وتوفى وقبره موجود بالزبير بالبصرة وزهرون قبره موجود بقلعة الصالح بالعمارة احد احفاده الزهرون هو عالم الفيزياء ورئيس جامعة بغداد ثاني رئيس لجامعة بغداد هو المرحوم الدكتور عبد الجبار عبد الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة